اهلا بكم مشاهدين الكرام جولة صحفية جديدة مع ابرز ما طلعتنا به الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم اهتمت بالقطع صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم بعدد من الموضوعات على رأسها زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين الى مصر كتبت الجمهورية خادم الحرمين الشريفين يبدأ اليوم زيارة تاريخية لمصر السيسي سلمان قمة اعادة بناء النظام العربي نقلة نوعية هائلة في العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة والرياض مجلس الوزراء اتفاق مصري سعودي لمشروعات التنمية في سيناء بقيمة واحد ونصف مليار دولار من جانبها كتبت الاهرام خمسة وثلاثون ملفا للتعاون في قمة السيسي وسلمان اليوم خادم الحرمين الشريفين يشهد مجلس النواب ويلقي خطابا هاما امام البرلمان وزيرة التعاون الدولي زيارة الملك سلمان ستعطي دفعة لعلاقات البلدين الاستراتيجية اما صحيفة الاخبار مشاهدين فجاءت ابرز عنوينها كالتالي استقبال حافل للملك سلمان في زيارته التاريخية لمصر السيسي والعاهل السعودي يبحثان التعاون واعادة الاستقرار للمنطقة وفي شأن اخر كتبت الاخبار في جلسة خاصة لمجلس الامن مصر تطالب بتعامل شامل مع ظاهرة الارهاب واسباب التطرف من جانبها كتبت المصر اليوم هدية الملك سلمان عشرون مليار بنيه استثمارات قمة بين السيسي وخادم الحرمين اليوم تتناول الاوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتتوج بالتوقيع على الشكل النهائي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين ننتقى المشاهدين الى مقالات الصحف المحلية التي اهتمت بالتأكيد بدورها ايضا بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الى مصر ونطلع من الاهرام مقالا بعنوان مرحبا بسلمان في وطنه مصر زيارة خادم الحرمين الشريفين تأتي تتويجا لعلاقات مميزة نمت خلال الاشهر الماضية بين البلدين ولعلى المشاركة المصرية الفعالة في مناورات رعد الشمال التي وجهت رسالة قوية لكل من يفكر في المساس بامن الدول العربية دليل واضح على ذلك الواقع يقول ان المنطقة العربية تتمر بظروف استثنائية وهناك مخططات لاضعف العرب وفتح الابواب لمزيد من النفوذ الايرانى على حساب المصالح العربية العليا لا توجد دولة عربية واحدة قادرة على التصدي لتلك المخططات منفردة وبالتالي فان الخروج من هذه الازمة لا يكون الا باجاد جبهة عربية موحدة تضم جميع الدول القادرة على التصدي للمؤامرة وتكون مصر والسعودية حجر الزاوية لها من جانبها اكد الكاتب فهمي عنب رئيس تحرير صحيفة الجمهورية في مقاله الصادر صباح اليوم ان الانجازات العربية ترتبط باتفاق القاهرة مع الرياض والعمل معا لتوحيد الكلمة من المحيط الى الخليج ويقول الكاتب لقاءة الزعيمين عبدالفتاح السيسي مع اخيه الملك سلمان بن عبدالعزيز كفيلة دائما باسكات المشككين ووأد شائعات المغرضين في مهدها وتفتح الباب على مصرعيه للعمل المشترك وزيادة اواصر التعاون وكذلك السير بخطوات ثابتة على طريق التكامل الذي يحقق الخير للبلدين والشعبين والامة العربية زيارة خدم الحرمين الشريفين تدعم العلاقات المصرية السعودية وتؤكد استمرار مسيرة التعاون المشترك في مختلف المجالات وتؤدي الى استقرار وامن وسلامة المنطقة لان القاهرة والرياض صمام امانها ويمتلكان مفاتيحها ونتحول المشاهدين الى الصحف العربية التي احتلت ايضا زيارة الملك سلمان للقايرة مساحة واسعة منها ونقرأ من صحيفة الحياة اللندنية خادم الحرمين يبدأ اليوم زيارة تاريخية الى مصر الزعيمان يعقدان جلسة محادثات تدشيلا للزيارة التي تختتم لاثنين المقبل الزيارة الرسمية هي الاولى لخادم الحرمين الى مصر وستكون زاخرة بالاتفاقات التي من شأنها ترقية العلاقات بين البلدين في السياق ذاته كتبت جريدة الشرق الاوسط اللندنية القمة السعودية المصرية تفتح افاق تعاون جديدة مجلس النواب المصري يرحب بالزيارة التاريخية لخادم الحرمين ويستعرض المشاريع المقامة السفير السعودي بالقاهرة يصف الزيارة بالتاريخية وغير المسبوقة ومن صحيفة الوطن السعودية القاهرة تستقبل الملك سلمان وتوقيع 14 اتفاقية سعودية مصرية ملف العلاقات الثنائية والازمة السورية واليامن وليبيا ستكون حاضرة في القمة المقرر عقدها بين الزعيمين وضع حجر الاساس لجامعة الملك سلمان بمدينة الطور بسيناء الى البيان الاماراتية الرياض نقف مع مصر في مواجهة ما يحاك ضدها تحديات وليست عوائق تواجه الاستثمارات السعودية في مصر الملك سلمان يرافقه خلال الزيارة وفد كبير يضم 120 سعوديا بجانب عدد كبير من الوزراء من اعضاء مجلس التنسيق المصري السعودي على رأسهم ولي ولي العهد وزير الدفاع الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وجريدة القدس العربي رصدت في مقال لها دلالات زيارة الملك سلمان وقالت ان الظروف الحارجة التي تمر بها دول المنطقة في الوقت الحالي جعلت التكامل بين الدولتين الكبيرتين امرا حتميا تحت عنوان زيارة تاريخية قالت تتسم العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية بأسس وروابط قوية نظرا للمكانة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان على الاصعيدة العربية والاسلامية والدولية وتؤكد الخبرة التاريخية ان لقاء مصر والمملكة على استراتيجية واحدة ممثلة في التنسيق الشامل يمكن ان يحقق الكثير من الاهداف والمصالح العربية العليا وهو ما عبر عنه الملك عبدالعزيز آل سعود في توضيح الاهمية الاستراتيجية للعلاقات المصرية السعودية بمقولته الشهيرة لا غنى للعرب عن مصر ولا غنى لمصر عن العرب وتحت عنوان الاستقرار العربي يمر عبر القاهرة والرياض كتبت صحيفة الرياض السعودية تحليلا حول زيارة الملك سلمان لمصر وقالت العلاقات السعودية المصرية دائما كانت محورية وحجر زاوية واساسا للعمل العربي المشترك لم تكن ابدا علاقات بروتوكولية بقدر ما كانت علاقات تجسد عمق التمازج يحكمها مصير امة ومصالحها وتطلعاتها فالبلدان لهما حضور قوي يتعدى الوطن العربي الى اقليم الشرق الاوسط وجغرافيته السياسية والاقتصادية وحتى الثقافية والاجتماعية فهي علاقات مهمة وحتمية ليس من اجل المصالح المشتركة وحسب وانما من اجل امن واستقرار وطننا العربي نتحول المشاهدين الى الصحف العالمية ونطالع من صحيفة والستريت جورنال الامريكية في محاولة للتطمين الامريكيين في اعقاب الهجمات الارهابية في اوربا اوباما يؤكد التحالف الدولي سيمارس ضغطا شديدا على تنظيم داعش في معاقله بعد هزيمتهما في ويسكنسون هيلوري وترامب يتطلعان الى احراز نتائج ايجابية في الانتخابات التمهيدية بنيويورك نقرأ من الفاييس الاسبانية نتنياهو يؤكد اسرائيل هي الخط الدفاعي الاكثر اهمية في اوربا المتحدث باسم الكراملين يعرب عن اسفه من تصريحات باراك اوباما لاوربا التي يرى فيها تحريضا ضد روسيا وخلال زيارة رسمية قام بها وزير دفاع النمسا لاثنان النمسا تسعى لترميم العلاقات الدبلوماسية مع اليونان ونتابع من صحيفة تاليغراف البريطانية مع استمرار تداعيات الفضيحة المدوية التي كشفتها اوراق بانما قاد غربيون يتعهدون بالعمل على مكافحة التهرب الضريبي من قبل الاثرياء والشخصيات الهمة في خطوة غير معتادة بريطانيا ترفض سفير زمبابو الجديد الى لندن نارسود من لوموند الفرنسية في محاولة لاحتواء ازمة المهاجرين التي تعصف باوربا الاتحاد الاوروبي يبدأ عملية اصلاح قواعد الهجرة من اجل توزيع اكثر عدلا بين دول القارة فرانسوا اولوند يستقبل محمود عباس في باريس الاسبوع المقبل لبحث ترتيبات عقد مؤتمر دولي لمحاولة تسوية النزاع بين الاسرائيليين والفلسطينيين الى مقالة الرأي نتحول في الصحف العالمية صحيفة فينانشل تايمز البريطانية القت الضوء على الاوضاع في ليبيا واعربت عن تفاؤلها من وصول حكومة الوفاق الى العاصمة ترابلوس كتبت مقالا بعنوان تزايد امال السلام في ترابلوس بعد سنوات من العنف والفوضى التي ضربت ليبيا عقب سقوط القذافي وانتشار الميليشيات المسلحة التي هددت مستقبل البلاد يبدو ان ليبيا علاعت بمرحلة جديدة من الاستقرار والسلام وبعد اسبوع من وصولها الى ترابلوس يبدو ان حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الامم المتحدة تعزز سلطتها على البلاد كما ان اعلان البنك المركزي الليبي وهيئة النفط الوطني تأييدهما للحكومة الجديدة امر يبشر ببداية جديدة لانهاء الانقسامات التي كادت ان تعصف بالبلاد لا تزال اصداء فضيحة اوراق بانما تلقي بظلالها على مقالات الرأي في الصحف العالمية ومنها صحيفة لوس انجلس تايمز الامريكية التي اكدت ان هذه الفضيحة لن تعيد ترتيب اوراق الشخصيات الهمة فقط بل اوراق دول العالم باسره واضافت لا شك ان اوراق بانما والتي تبلغ حوالي 11.5 مليون وثيقة مصربة تم نشرها في بداية الاسبوع الحالي احدثت زلزالا في العالم باسره خاصة مع الكشف عن احتمال ضلوع مسؤولين سياسيين كبار ومشهير من عالم المال والاعمال والرياضة في عمليات تهرب ضريبي والتي قد يدفع ثمنها الكثير من هذه الشخصيات نهاية جولتنا الصحفية شكرا لكم وإلى اللقاء